بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكريم سأتقدم لكم برؤية حزب الوفد في الحوار الوطني وسأكتفي بالخطوط العريضة للوقت الذي محدد لنا في كلمتنا أولاً الحوار الوطني هو دعوة الرئيس وقد وصفه حواراً سياسياً والسياسة حمالة أوجه وإذا نظرنا إلى اليفطة الموجودة في كل مكان في هذه القاعة الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة هنا هذا الهدف أو الوسيلة السياسية تحتاج ضبط قانوني محدد نحن نرى الحوار طريق نحو الجمهورية المدنية الديمقراطية وفقاً للدستور هذا من ناحية الشكل المهم والضبط للمصطلح ثانياً فيما يتعلق بموضوعات الحوار وهي سياسية واقتصادية واقتماعية وهناك قيل أن هناك موانع يجب أن لا نقترب منها وهي اقتراح تعديل الدستور نحن كنا نرى أوجب من أن نكون والدستور في الأول وفي الآخر هو قانون هو القانون الأسمى وفي كل الدستير هناك مبادئ دستورية ومبادئ دستورية لا تمس زي وحدة إقليم الدولة شكل الدولة احترم المعاهدات احترم الحقوق والحريات ولكن هناك في بعض الدستير ومنها دستورنا الحالي في تفاصيل فكان أولى من أن نكون أن لا نقترب من الدستور لا أن يكون محل الحوار لماذا لم تطبق نصوص كثيرة في الدستور وقد مر عليها نحو عشر سنوات ونصوص في غاية الأهمية ونشير هنا إلى الإدارة المحلية في الباب الخامس السلطة التنفيذية وفقا للدستور رئيس الدولة والحكومة والإدارة المحلية الإدارة المحلية حتى الآن للأسف الشديد لا وجودة له رغم دورها المهم جدا في الدولة وفي دورها في المجتمع أيضا عندما نتكلم عن الحوار يجب دائما أن نربطه زي ما بقول بالدستور ثم هناك الحوار فعلا هو دعوة الرئيس ابتداء ولكن انتهاءا أنا لنا رأي خاص أن لا يكون منتهاء أن يسلم إلى الرئيس أنا نرى أن يسلم إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ طبعا والرئيس موجود الرئيس هو الحكم وهو الرئيس الأعلى ولكن الحوار بدأ بدعوة الرئيس وهو حوار سياسي فيجب أن يتابع ويتلقى مخرجات هذا الحوار السلطة التشريعية لما لها من سلطة التشريع والرقابة على أعمال الحكومة ولها من سلطات عديدة ومشاركة في تشكيل الحكومة فهي السلطة الحقيقة التي هي مؤهلة وليست شخص واحد لتتلقى مخرجات ونتائج هذا الحوار ثم اليوم الحقيقة ليس يوم انطلاق الحوار الوطني الحوار الوطني انطلق بدعوة الرئيس في 26 ابريل الأسبق ولكن نحن الآن في مرحلة تالية لتفعيل هذا الحوار ثم لتقدم في 113 موضوع ما ينتهي إليه الحوار وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة